عندما نتحدث عن العلاقات الإنسانية، فإن فهم العلامات الحمراء يمكن أن يكون أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة العلاقات وضمان الرفاهية العاطفية. تظهر هذه العلامات عندما يكون هناك تدهور في العلاقة أو عندما تكون هناك مشكلات تحتاج إلى التفكير والتصحيح. عندما تظهر هذه العلامات الحمراء، يجب أن يكون لدينا الوعي لفهمها والتعامل معها. سنلقي الضوء على بعض العلامات الحمراء التي يجب أن تكون على دراية بها في علاقاتكم. انقطاع التواصل في العلاقة يكون إشارة إلى تحديات تحتاج إلى انتباه وفحص دقيق. الاتصال الفعال يعتبر العثور الأساسي في بناء وتعزيز العلاقات الصحية. عندما يتوقف الشريكان عن التحدث بشكل عميق أو يصبح التواصل سطحياً، يمكن أن ينتج ذلك عن عدة عوامل. قد يكون الضغط، سواء كان من العمل أو الالتزامات الشخصية، قد أثر على القدرة على التفاعل بشكل فعال. قد يشعر أحد الشريكين بالإرهاق أو الضغط النفسي، مما يؤدي إلى تقليل مستوى التفاعل في العلاقة. الخيافات غير المحلولة أيضاً، يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التواصل. عدم التعامل بشكل فعال مع الخلافات وحلها، يمكن أن يؤدي إلى بناء جدران بين الشريكين، مما يجعل الاتصال أكثر صعوبة. لحل هذه المشكلة، يجب على الشريكين إعطاء الأولوية للتواصل الصادق والفعال. يمكن أن يشمل ذلك جلسات فعالة للحديث والاستماع، وفتح النقاش حول التحديات التي يمرون بها. بالتفاهم المتبادل والصادق، يمكن للشريكين إعادة بناء الاتصال وتعزيز جودة العلاقة. عندما تتفاقم المشاكل والنزاعات في العلاقة، يكون ذلك إشارة قوية إلى وجود توتر غير صحي. يصبح من الضروري تحديد جذور الصراعات والتفاعل معها بشكل فعال للعمل على حل المشكلات بشكل بناء. يمكن أن يكون التواصل الفعال والصراحة في التعبير عن الاحتياجات والمخاوف أدوات قوية لتحسين الفهم المتبادل وتعزيز العلاقة. إضافة إلى ذلك، يمكن اللجوء إلى المساعدة الاستشارية لتوجيه الزوجين نحو استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات والحفاظ على صحة العلاقة. فقدان الثقة فقدان الثقة بين الشريكين يعد عاملاً مؤثراً بشكل كبير على استقرار العلاقة. عندما يحدث هذا، يمكن أن ينجم عنه تشويش في التواصل وتأثير سلبي على روح الشراكة. من المهم جداً تحديد مصادر عدم الثقة وفهم الأسباب وراءها، سواء كانت ناتجة عن خيبات أمل سابقة أو سلوكيات مشبوهة. يتطلب استعادة الثقة بناءً على التفاهم المتبادل والالتزام بتغيير السلوك الذي أدى إلى فقدان الثقة. فقدان الاحترام المتبادل بين الشريكين يعد علامة على عدم استقرار العلاقة ويمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتها. يتضمن الاحترام، الاحترام للآراء والقيم والحياة الشخصية للشريك الآخر. عندما يتوقف الشريكان عن فهم وتقدير احتياجات بعضهم البعض، يمكن أن ينشأ هذا النقص في الاحترام، مما يؤدي إلى تدهور التواصل وظهور التوترات. إعادة بناء الاحترام يتطلب الالتزام بالاستماع الفعال والتعبير عن الرغبة في فهم ودعم الشريك. من خلال تعزيز الاحترام المتبادل، يمكن تحقيق تحسين في جودة العلاقة، وبناء أساس قوي للارتقاء بالشراكة. عندما يحاول أحد الشريكين التحكم بشكل زائد في العلاقة، يكون ذلك إشارة قوية إلى وجود مشكلة في ديناميكية العلاقة. العلاقات الصحية تستند إلى الحرية والاحترام المتبادل، وعندما يكون هناك فرض زائد أو محاولات السيطرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويش في التوازن الطبيعي للعلاقة. يجب تعزيز فهم الحاجات والطموحات لدى الطرفين، وتحقيق التوازن بين الاستقلال والتواصل المشترك. تشجيع الحوار المفتوح والاحترام المتبادل، يساهم في بناء علاقة صحية ودائمة. عندما يصبح أحد الشريكين مستمراً في الشعور بالاكتئاب أو القلق نتيجة العلاقة، يجب إلى اهتمام خاص لهذه الديناميكية العاطفية. يمكن أن يكون الاكتئاب أو القلق علامات على توطر أو مشاكل في التواصل أو الفهم المتبادل. في مثل هذه الحالات، يكون من الضروري التحدث بصراحة حول المشاعر والتجارب والسعي لفهم جذور هذه الانفعالات. الفهم المتبادل والدعم العاطفي يلعبان دوراً حاسماً في تحسين العلاقة وتجاوز التحديات النفسية. في الختام، التحفظ عند ظهور هذه العلامات الحمراء والبحث عن حلول فورية يساعد في الحفاظ على صحة العلاقات. تحديد المشكلة والعمل على تجاوزها بشكل مشترك يعزز الفهم المتبادل والتقارب في العلاقة. لا تنسوني من إعجابكم بالفيديو إذا أعجبكم المحتوى، واشتركوا في القناة للمزيد من المحتوى القيم.